طوال سنوات والمطالب الشعبية لا تتوقف بتحرير قطاع الاتصالات والانترنت غير ان الشرعية وحكوماتها المتعاقبة لا تصغي ملايين اليمنيين متضررون تضررا مباشرا جراء استمرار هيمنة الحوثيين على هذا القطاع الحيوي الجيش وقياداته وجنوده متضررون ايضا فمليشيا الحوثي استخدمت الاتصالات للتجسس وشنت هجمات ارهابية مسيرة بواسطة الاتصالات نفسها اسفرت عن خسارة الجيش للعشرات من قياداته وافراده ورغم ان المطالب الشعبية لم تتوقف لحكومة الشرعية بالعمل على وقف استغلال الحوثيين وايران للاتصالات والانترنت الا ان الشرعية تجاهلت كل الدعوات وتواصل دورها في استمرار تحكم مليشيا الحوثي وايران واستغلال هذا القطاع في اطالة حربهم والغاشمة على الشعب اليمني وحتى يومنا تواصل ايران وعبر خبراء ايرانيين ولبنانيين تسخير واستغلال الاتصالات والانترنت للتجسس واستثماره كاكبر مصدر للارادات المسخرة لمواصلة الحرب الايرانية على الشعب اليمني فيما يتهم مراقبون الشرعية وحكومتها بتسهيل مهام السيطرة والتحكم لايران واذنابها الحوثيين مما يثير شبهات حول تورط الشرعية في صفقات فساد ويحملها مسؤولية استمرار امد الحرب الحوثية على اليمن